وللحديث عن دلالات تكليف محمد الشيع السوداني بتشكيل الحكومة في العراق وسط الرفض الشعبي معنا من عمان عبر الهاتف وضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال حياكم الله أستاذ مكي حياكم الله وإياكم عينما تهلا أهلا بك أستاذ مكي يعني ما أوجه رفضكم لتكليف محمد الشيع السوداني بتكليف الحكومة رغم أن الأحزاب السياسية تقول إنها أنهت الفراغ السياسية الحاصلة في البلاد يعني الاختيار وقع طبيعيا وبديهيا ونحن في البيان فقط ننبه بذلك فالحكومات المتعاقبة هي من حزب واحد وحزب الدعوة وحزب الدعوة مرضي عنه من الشارق والغار ولا يمكن أن تشكل حكومة أو يأتي رئيس من خارج المحاصصات المعروفة وهكذا اختير شخصان بمنصبين يعني حسب الروتين الساعد أما ما جاءت به باسخة من كشف الحقائق فهو كان يعني دفع لهؤلاء أن يستعجلوا بتسمية مرشحيهم لا أكثر وربما يعني أيضا ستطول المدة يعني بعد سنة من انتخابات الفاشلة وضع خطين تحت الفاشلة بكل المقاييس اختير رئيس وزراء واختير رئيس جمهورية وسوف يماطلون أيضا لمدة أخرى لتسليم هؤلاء أو تغييرهم لا ندري وشطب جهات كانت مسيطرة على الشارع نهائيا من قائمة المرشحين المهم أن هذا هو نظام احتلال يعني الذي جاء من 2003 إلى اليوم في البداية ما يشبه الحكومات مؤقتة ثم استلم حزب الدعوة السلطة من 2005 إلى الآن ولا تغيير في المشهد أبدا هل من باب المصادفة أن يأتي اختيار عبداللطيف رشيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية في وقت احتفت فيه الأحزاب بالعملية وعدتها ديمقراطية يعني برأيكم هل هي كذلك هذه العملية هل هي ديمقراطية ولو بالحد الأدنى يعني بعد ما تكون عن ديمقراطية صار واضحا يعني إذا كان غامضا قبل تظاهرات تشريف فأصبح الآن كل شيء واضحا وجليا وعندما اختصنات تفاضة تشريف أنها كشفت أي مستور ممكن أن يكون مستورا لبعض الناس يعني أما بالنسبة لنا فهي ليست مصادفة هو نظام غناثي بالنسبة لرئاسة الجمهورية يعني هذا أدم ذاك وهذا عديد ذاك وإلى آخره يعني شيء لا يقبل النقاش حتى في الداخل القردي هناك خلاف حول هذا الأمر لكن القضية تفرض من الخارج فيسكت الجميع لا بأس أن سمعنا معارضات ومماحكات ومضاهرات ولكن في النتيجة هي الخطة المرسومة من الخارج تنفذ اليوم بحداثيها نعم يعني في هذا الإطار تأتي هذه الأوامر من الخارج لماذا لا تتعامل الأمم المتحدة بصرامة مع حزاب العملية السياسية وتصر على تبنيها رغم رفض الشارع العراقي لها نعم هي هذه السرامة السرامة مع الشعب العراقي يعني نحن نعرف ذلك يعني بعضهم يقول ماذا يفعل الأمريكان نقول فعلوا حين شاءوا فدمروا الموصل على رؤوس أهلها ودمروا الفلوجة على رؤوس أهلها والجانب الآخر أخذ جرف الصخار وعديد بلد وما إلى ذلك للمدن وكانت السرامة واضحة للنظام العالمي نعم يتعامل بسرامة مطلقة ومفرطة مع الشعب العراقي وهو غير معني بمطالبات الشعب العراقي هم يعينون موظفيهم ويمشون الأمور كما يشاءون كنا بصراحة نأمل أن وقتا لتعيير جزئي قد حال لكن يبدو أنه لن يحن بعد ونأمل لمتا يحين هذا الذي نراه اليوم هو تطبيق لخطة مرسومة قبل أكثر من 20 سنة وماشية كما نكون في العراق على مسارها المرسوم لا أكثر ولا أقل إذا أردنا هنا أستاذ مكي الحديث عن تكليف السوداني هل تعتقد أن السوداني يمتلك بالفعل أدوات وإرادة التغيير التي تحدث عنها في خطاب تكليفه أولا هو لا يمتلك ثانيا لا يمتلك شيئا مميزا يجعله يصلح يكون رئيس بسراء بلد سري من ناحية وفيه هذه المشاكل من ناحية أخرى ثانيا حتى لو انتلك فهو لا يمتلك الإرادة النظام في العراق لا يمتلك الإرادة حتى رجعته بشخصية من المريخ فهو سينصاع للتعليمات الخارجية والإنباءات وسينصاع للفساد والمفسدين وسيقسم الحصص يعني كل دور رئيس الوزراء في كل الحكومات هو تقسيم الحصص وقمع الشعب وإطالة أمد الاحتلال بهذه الصورة البشع لا أحد يستطيع أن يبير شيئا وهذا الرجل لا يمتلك حقيقة أي مقومات تجعله مختلفا عن سابقه أبدا لربما هو أقل منه ولكن هذه هي الإرادة الدولية متعاضدة مع الفساد في الداخل ومتعاونة شرقا وغربا لإبقاء العراق على حاله من الفقر والبؤس والتأديد وقلة الكرامة والخدمات الصحية والتربوية والقضاء الفاسد هذه يعني لو توفرت أي رغبة في التغيير من الخارج لغيره يستطيعون لكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد ولا ندري متى سيأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي أنزال شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر